سبيل الإعلام الحلقة إطناشر أهلاً وسهلاً أهلاً أهلاً بكم الحمد لله يخليكم يتفضلوا تفضلوا الليل أكيد مجهزة لنا قصة جيغة أكيد طبعاً لازم خلاص أقعد عورتاحوا عشان تسمعوا في المرة الفاتت يا جماعة قلنا إنه سيدنا عيسى كان معزوم عن واحد فريسي وبعد العزومة علماء التوراة والفريسيين مرقوا معاه وكانوا بيجادلوه عشان يغلط ويرقوا ليهم حاجة يمسكوه بيها ولما سيدنا عيسى مرق من مكان العزومة في الوقت ذات الناس تلموا بأعداد كبيرة جداً كانوا بالألاف لدرجة إنهم كانوا بيدوسوا بعضهم من شدة الزحام كبير شديد سيدنا عيسى بدأ يكلم حيرانه في الأول وقال ليهم يا أحبة أحذروا النفاق وما تكونوا زي الفريسيين لأنه الله حيكسف المستور وحتى اللي بتوسوي سويه في جوا القوض حينسمح في العالم يا أحبة أنا بقول لكم ما تخافوا من البيقتل الإنسان ولكن ما يقدر يعمل حاجة أكثر من كده لكن بقول لكم خافوا الله لأنه الوحيد البعد ما يقتل الإنسان ممكن يرميه ويصليه في نار الجحيم يا أحبة أخذوا مثلا العصافير خمسة منها ممكن بتتبع بغيمة قليلة جدا لكن برضو مع غيمة القليلة دي الله ما بينسى أي واحدة منها عشان كده ما تخافوا لأنكم إنتوا أقل من العصافير بكتير وبالتأكيد الله ما حينساكم وحتى شعر رأسكم كله معدود عنده وكمان بقول لكم كل من يعلن إيمانه ويشهد قدام الناس أن ينسي ذا البشر أنا حاشف عليه عند الله في حضور الملائكة وأما اللي بيرفض الإيمان وما يشهد أن ينسي ذا البشر أنا برضو برفضو وما حاشف عليه وكل اللي بيقول كلمة ضدي ويتوب الله حايغفر ليهو لكن اللي بيغفر بسر الإلهي اللي أعطاني ليهو الله ما حيكون في ليهو أي غفران وكمان متى ما أسعقوكم للمحاكم أو رجال السلطة المختصين ما تنشغلوا بالطريقة اللي حتداغوا بيها عن نفسكم ما تنشغلوا بالتفكير في الكلام اللي حتقولوه عن إيمانكم لأن السر الإلهي حيلهمكم ويوريكم كيف تتحدثوا عنه في الوقت المناسب وبعد الكلام ده في واحد من الجمحور قال لي سيدنا عيسى يا سيدنا نعم أرجوك تكلم أخوي عشان يدي نحق في الورثة يا عزيز الفاضل مينو العيني ليكن قاضي أو مقلسي ميراس يا جماعة انتبهوا وعموا لحصابكم من الطمع لأن حياة الإنسان ما بتتقاس بكثرة أمواله دلوقت خلوني أقول لكم المسلة كان فيه رجل غني أرضو أنت جيت لها محصول وفير جدا عشان كده الراجل ده فكر في سره وقال طيب المخازن بتاعتي دي دلوقتي صغيرة ومحا تشير المحصول بتاعي دك كثير ده عشان كده لازم أهدمه وابن مخازن أكبر منها لكل المحصول ده ولباك الخيرات بتاعتي وبعد كده أقول يا سلام يا ولد طالما انت عندك خيرات كثيرة زي دي تكر فيك لسنين طويلة دلوقتي لازم تستريح وتأكل وتتنعم لكن يا جماعة كانت فيه مفاجأة غير سر للراجل لك لأنه الله وبخ وقال ليه يا جاهل يا جاحد الليلة يومك حيتم طيب والعندك ده حتسيبه وراك لمين اتنعنوا في المسلة يا جماعة ده وانتبهوا لأنه ده هو دايما مصير البيكنز المال لنفسك لكن بعد ده كله عند الله هو فقير وبعد كده سيدنا عيسى وجه حديثه في المرة دلي حيرانه وقال ليهم يا أحبة ما تقلقوا وما تهتموا لحاجاتكم الأساسية من اللكل واللبس وغيرهم لأن الحياة ما طعام وملابس بس شوفوا مثلا الغراب هو لا بيزرع ولا بيحصد وما عنده أي مخزن أو مطمرة غلال لأنه رزقوا على الله ولأنه انتوا أهم من الطيور بكثير الله بالتأكيد حيكسم ليكم رزقكم وكمان ما تقلقوا ولا تهتموا لطول العمر أو قسروا لأنه ما في واحد منكم حيقدر يزيد عمروا ساعة واحدة مهما عملت طيب دلوقت خلوني أسألكم سؤال إذا كنتوا مبتقدوا على الأمر ده معي إنه بسيط جدا بالنسبة لأ الله ليه بتقلقوا علي باقيهم ومحيه وكمان شوفوا زهرة السوسن كيف بتنمو الزهرة دي لا بتعمل لا بتغزل لكن بعد ده كله ولن بسلمانج بجلاله وغدره مدكس طيب إذا كان الله بيكسب الطريقة دي النبات القائمة الليلة في المزارع وممكن يترمي بقرة في النار إذا من باب أولى إنه حيكسيكم بس إنتوا يتوكلوا عليهم وما تقلقوا لي إنكم حتاكلوا أو تشربوا شنو لأنه كل الأمور دي بيجروا وراها ناس الدنيا أما وليكم الله المعطي للزاق هو عالم باحتياجاتكم وحيرزقكم عشان كده أزعوا لتحقيق أهداف المملكة الموعودة والله حيديكم كل احتياجاتكم المذكورة يا أحبة يا العقد الفريد ما تخافوا لأنه وليكم الرحيم في الأساس غرر إنه يضمكم للمملكة دي بكل سرور عشان كده ما تحتموا للدنيا وبيعوا أملاككم ويصدقوا علي الفغرة ويتدخلوا للإدخال المبزول يتدخلوا ليكم كنزي في السماء لا يفنى لا يسترقوا حرامي ولا يأكلوا السوس لأنه قروبكم حتكون مدعلقة دائما بالمكان المحفوظ فيه كنوسكم يا أحبة كونوا مثل الخدامين مستعدين في انتظار رجوع سيدهم بعد مشاركته في مناسبة عرس في أي وقت حتى لو كان في نص الليل أو قبل الفجر ومجرد ما سيدهم يصل ويدق الباب طوالهم حيفتعوا له الخدامين دي ليابختهم لأنه في أي وقت سيدهم يجي فيه حيلقاهم مساهرين في انتظاره وحيكافيهم بأنه يقعدهم للأكل ويخدمهم بنفسه عشان كده خلوني أقول لكم إنه الاستعداد مهم جدا لأنه سيد البيت لو كان بيعرف الوقت حييجي فيه الحرامي عشان يسرق ما كان حيخلي يسرقه عشان كده انتوا لازم تكونوا مستعدين لأعود السيد البشر لأنه حييجي في وقت ما هتتوقعوه فيه أبدا وبطرس سأله يا سيدنا نعم انت بتقول مثل ده لين نحنا بس ولا لكل الناس يا أحبة من يفويكم اللي بيكون زي عبد أمين وحكيم سيدو بيأمنوا ويوكلوا في غيابه عشان يدي زملانه العبيد الباقيين نصيبه من المطعام في مواعيده بالتأكيد هو اللي لما سيدو يرجع حيلقاه مؤدي واجبه تمام التمام العبيد ده يا بخطر لأنه سيدو حيأمنوا كل أمواله لكن إذا تمردوا قال لي نفسه سيدو حيتأخر في الرجوع عشان كده ممكن أنا أعمل العيز في غيابه وعشان كده بيقى يدك في العبيد والخدم ويأكل ويشرب ويسكر وبدون ما يتوقع حيلقى سيدو يا وحيعاقبه عقاب شديد جدا نفس الشي كمان أي واحد يتمرد على سيد البشر حينال عقابه وحيكون مصيره مصير الكفار أما العبيد اللي بيعرف إرادة سيدو ولكن ما يستعيد وما يعمل المطلوب منه حسابه حيكون شديد جدا لكن العبيد اللي ما بيعرف إرادة سيدو ويعمل الحاجة اللي بتستحق العقاب حسابه حيكون أخفة إذا أدوك الكثير ويقلوك على الكثير مطلوب منك الكثير برضو أنا جيد عشان أعقب الضالين وأصليهم في النار لكن قبل كده لابد أني أقاسي الآلام وحكون في ضيق شديد وألم شديد لغاية ما الآلام دي تنتهي واتمنى أنها تنتهي فعلا يا حبة أنتوا مفتكرين دلوقتي اللي مجرد أنية السلام حيتحقك في الدنيا؟ لابد بالعكس الانجسام حيصير لأنه في متمردين ضد مشيئة الله وفي تانين بيقبلوها عشان كده من هسة إذا في خمسة في بيت واحد حيكونوا مقتلفين ثلاثة منهم على الاثنين الوالد ضد ولده والأم ضد بيتها والنسيبة ضد مرة ولدها بعد ذات سيدنا عيسى خاطب الجمهور وقال يا ناس أنتوا لما تشوفوا صحابة طالعة من البحر من ناحية الغرب طوالة بتقولوا المطرح تصب وفعلا بتصب وإذا هبت الريح من الصحراء من ناحية الجنوب تقولوا حيجي حر شديد وفعلا الحر بيجي طيب طيب يا ضالين إذا كنتوا بتعرفوا حالة الجو من علامات معينة في الأرض والسماء ليه ما بتعرفوا اللي حيحصل في الزمن ده إنتوا ليه ما بتعرفوا الحق من تلقاء أنفسكم قبال فوات الأوان يعني مثلا إذا جراك خصمك للمحكمة في نزاع أنت كنت غلطان فيه مفروض تجتهد عشان تتصالح معه قبل المحكمة وإلا حيوقفك قدام القاضي والقاضي حيحكم عليك بالسجن وأنا بأكد ليك إنك ما حتطلع من السجن إلا بعد ما تصفع كل المطلوب منك بالكامل طيب إذا كانت مطلوب في المعاملات الدنيوية إذا من باب أولى إنه يكون مطلوب لعلاقة طيبة مع الله طيب يا جماعة الليلة هنقيف هنا وبرضو بس عايزة نبهكم لأنه كلام سيدني عيثة للجمهور ده منتهى الكلام طويس عشان كده هنواصف بإذن الله في المرة الجاية سيدني عيشان كده جديم إخرايك طوماндرسيك دين اشتركوا في القناة